أهلاً بكم حبايبي برج الجديد سنرى ما هي توقعاتك العاطفية ومن وقت مشاهدتك للفيديو إلى آخر الشهر القراءة مثل دائماً ستكون للبرج الشمسي والقمري والصالع وأيضاً تقبل العكس يعني إذا أنت عم تتعامل مع برج الجديد ممكن تحس إنه بعض الأشياء اللي بحكيها تقتها تكون مشابهة لطاقتك أو قريبة من طاقتك طبعاً مثل دائماً القراءة عامة يعني مش رح تنطبق على الجميع ولكن أنت أخذ من الفيديو أو من القراءة الشي اللي بتحس إنه بيفيدك أو بينطبق عليك ما تحاول تخلي قراءة تنطبق عليك لأنه مش رح تكون مناسبة للجميع ولكن ممكن يكون فيه إشي بالفيديو تستفيد منه أو يناسبك رح نبلش بيه طاقتك أول بعدين طاقة الحبيب وخطواتكم في المستقبل ومصير العلاقة بينكم أو شو ممكن يصير بالمستقبل إذا فيه أي شي بيحتاج إلى التوضيح رح نسحب كروت توضيحية أوكي نبلش بكروت النصيحة لبرج الجديد نبين إنه فيه حدا بيه حياتك حالياً يا برج الجديد عم يطالب بيهتمام أكتر منك Do something for someone بدك تبين مشاعرك أكتر له الشخص لأنه عم حسك أو عم شوف إنك منغلق أو منطوي على حالك كثير وممكن عم تتعامل مع الوضع أو مع الشخص يعني بأسلوب صارم أو بأسلوب شديد في أيضا عندك 5 of actions 5 of thoughts فعم بتحس بخسارة من خسارة علاقة أو عم تحس بخيبة أمل ممكن الشخص اللي عم تتعامل معه بتحس بـ disappointment أو بتحس بخيبة أمل ممكن من تصرفاتها الشخص أو ممكن من مجرى تطور العلاقة بينكم فحاليا كروت النصيحة بدها إياك تعرف إنه إذا في عندك قرار بدك تاخده أو موقف بدك تتبعه هلأ الوقت المناسب إنك تاخد قرار سواء كان لأنك تبين له الشخص إنك بتحبه أو بدك توضح له معلومة بدك توضح له إشي معين هلأ هو الوقت المناسب إنك تتخذ هالقرار طيب نبلش بطاقتك أول يا برج الجديد كتير عم شوفك guarded في عندك كتير منطوية على حالك مش عم تسمح لأي حدا يفوت بحياتك أو بمجالك أو بطاقتك حتى هم شوفك أيضا كتير معتمد على حالك ومركز كتير على الشغل أو مركز كتير على الأمور المادية بعقلك الباطني ولكن بدك بداية جديدة هم شوف إنك وهالشخص بدكم بدايات جديدة بالعاطفة بالأصح ولكن إنك عم شوفك بدك صدق أكثر بالعلاقة من اللي عم يقدموا هالشخص بتشوف إنه هالشخص أنت ممكن متقلب الرأي أو كتير بيغير رأيه هالشخص وإنت بدك تحكي لهالشخص معلومة أنت كنت مخبيها اعتراف ممكن وبدك هالشخص يكون معك صريح جدا عم شوفك كتير معتمد على حالك ومعندك أي مشكلة إنه إذا يعني العلاقة ما نجحت أو إشي مثل هيك ما عندك مشكلة إنه عادي تكمل الوضع يعني طبيعي أو إنك تكون مش في علاقة يعني هم شوفه الستاندردس تبعك أو متطلباتك من الشخص القادم الشخص الجديد أو الشخص اللي في حياتك حاليا متطلبات عالية ممكن تكون بالنسبة لطاقة الحبيب أو طاقة الشريك هم يحس إنه مهاجم بشأن الشمعي بالعلاقة أم يحس إنه مهاجم أم يحس إنه في مطرح بده يدافع عن حاله أيضا ممكن يكون بتناقض هالشخص بأبقاره الداخلية يعني ممكن يكون متقلب المزاج متقلب الرأي وعروض الحب اللي عم يقدمها لإلك أو مش متل ما إنت بدك ياها هي عروض فقط صغيرة يعني هي فقط بدايات ممكن يكون بدايات بالحديث ممكن يكون يعني إشي صغير اللي عم يقدمها لإلك وإنت عم شوفك بدك إشي أكبر من هيك بدك إشي بالأصح ملموس إشي بالفعل تعتمد عليه أو شيء ممكن تقدر تقيسه هالشيء بالنسبة لخطواتك في المستقبل عم شوفك عم تيجي على حالك يعني عم تاخد قرارات بشأن هالعلاقة ممكن تؤدي إلى زعلك أو عم شوفك عم تخرب على حالك كتير ممكن بأنك كتير انتوائي مع هالشخص ومع هالعلاقة فعم تخرب على حالك سلف سابوتاج ممكن مش عم تحكي لهالشخص عن أنت شو بدك ف بينتهي الوضع إلى أنك يعني تكون أنت اللي عم تبدأ وعم تنهي عم شوفك وعم تيجي على حساب حالك بأنك بدك بداية جديدة بس مش عم تحكي لأنه عم تشوفين فيه أولويات أو اهتمامات أخرى أهم من هالشي ممكن يكون الشغل ممكن يكون أي اشي آخر ولكن عم شوفك عم تاخد موقف أو بالمستقبل رح تاخد موقف من هالشخص كثير صارم الأبراج اللي ممكن عم تتعامل معها برج الجديد ممكن تكون أبراج نارية أو أبراج هوائية ممكن أيضا عم تتعامل مع برج الجوزاء و بالأخص برج الجوزاء عايب توقع طاقتك هون عند هالشخص لأنه هالكرت بيتبع برج الجديد ف بالنسبة لخطوات الحبيب في المستقبل عم شوف أنه كثير عم يفكر فيك الحبيب بطريقة جسدية أو عم بيحس أنه روحيا مرتبط فيك مش قادر يشيلك من رأسه ولكن في المستقبل لسه العروض اللي بده يقدمها عروض صغيرة لأنه عم شوفه رح ينتقل من الفترة الحالية أو في الماضي القريب بينكم كان في هالشخص كان بيحكي كثير الكمنيكيشن بينكم كان كثير عالي ولكن في المستقبل بخطواته القادمة عم شوفه منطوي على حاله أكتر مش عم يحكي بيشوفه وبيحس أكتر عم يحاول يستشفي هالشخص لأنه بيحس أنه بيحتاج وقت مستقطع بينه وبين نفسه لحتى يكتشف أو لحتى يفهم تطور العلاقة هاي رح تروح لوان يعني لكن عم شوفك انت بس للمنفصلين منكم بس انفصلت عن هالشخص عم شوف انه انت مركز كتير أو عم تحط مجهودك عم تحط طاقتك كلها في الشغل وفي مجالات حياتك الأخرى بصراحة عم شوف فرج الجدي عم بيحس بخيبة أمل كتير عالية من من تطور العلاقة يعني بيحسوا كأنه متحسوا كأنه متحسوا كأنه كان في بينكم فرصة كتير منيحة ولكن ضاعت منكم ممكن تحس انه هالشخص ضاع منك أيضا بدنا نوضح الطاقات أكثر بدنا نوضح هالشخص ليش اول اشي ليش عم يحس انه مهاجر أو ليش عم يحس انه دائماً محتاج يدافع عن حاله بالذات بحتاج انه يدافع عن حاله بطريقة هالكرتن ألف بيحس انه بده يعني يكون دفاعي معك بطريقة الحكي أو بطريقة الجدال يعني عم شوف حديث أكثر مما هو تصرفات فعلية يعني ممكن بالحكي عم تحس انه هالشخص كتير منغلق أو كتير دفاعي معك بدنا نشوف ليش هو هالشخص دفاعي شو السبب اللي بيخليه صعب التفاهم معه هالشخص بس فيه عنده شيئين عم يحاول يوفق بينهم وبتوقع انه هو عم يحاول يوفق بالعلاقة وبين وضعه المادي أيضا لأنه لأنه صاحب بالين كذاب فعم يحاول يوفق بين شيئين الشخص اللي عم تتعامل معه وهو مضطر انه أو عم يحس انه مضطر انه ياخد طاقة كينغ أوف سورد هالملك لحتى عم شوف انه انت علاقتك مع هالشخص ممكن تبعده عن مجال عمله أو تأثر على مجال عمله فهو بيشوف انه بده يقدم نوع من التضحيات لأنه صعب عم يحاول انه يوفق بين هاي ويوفق بين هاي ولكن مش عم تزبط معه صعب عليه كتير فعم شوفه انه هو قرر في الوقت الحالي أو بطاقته الحالية انه ياخد وقت مستقطع ممكن لحتى يبني مستقبله او يبني ماضياته طيب مشان هيك هو كتير منغلق على حاله ما عم يستخل العلاقة انها تتطور خوفا من انه تأثر على اشياء اخرى بحياته او احلام اخرى بحياته طموحات اخرى بحياته هو عم يسعى الى تحقيقها طيب بدنا نشوف هالشخص ايضا بدنا نوضح انت ليش منغلق اول شي بدنا نوضح انت ليش منغلق على حالك هون او بالمستقبل ليش رح تكون لانه هي طاقة المستقبل ليش عم شوفك كتير منغلق على حالك انت ممكن طاقته اصلا الشخص هي بتحكس عليك سمت عليك طب بالمستقبل انت عم تحس بي نهاية من نوع ما هم تحس بي تكملة خب بدنا نشوف هالتكملة شو يعني الاشي اللي عم بتفكر فيها او ليش عم تحس انه الوضع ميقوس للنوع عم شوفك انت بدك علاقة او بالمستقبل تطمح بي علاقة انه تكون هارمونيوس او انه تكون متناغمة ومت يعني ومتوازنة ام شوفك بالمستقبل تبحث عن التوازن واغلب التوازن اللي عم تبحث عنه توازن روحاني او توازن بي حالك انت ايضا واحدة من الاسباب بطاقتك في المستقبل انه عندك five of swords انت بالمستقبل مش مستعد تتنازل عن قراراتك يعني انت شخص عنيد جدا بدك تثبت وجهة نظرك ولو على حساب حالك ولو على حساب انك تخسر الناس في الطريق او تخسر علاقة او تخسر حبيب عم شوفك برغم انك بدك تحكي مع هالشخص وبرغم انك بدك بداية جديدة مع هالشخص لانه العامل المشترك بينكم هون في بدايات فانت بدك بداية ولكن بدايتك فيها حكي فيها صراحة اكتر هو بده بداية عاطفية اكتر ف هم شوف انه انت بالمستقبل ما بدك تتنازل عم تبحث عن الشفاء ما بدك تتنازل واحدة من الاسباب اللي ممكن تأخر بالطاقة بينكم او تأخر بالتواصل بينكم انه انت عم تنظر للامور من منظور واحد من منظورك انت بدك الامور تمشيك متل ما انت بتريد وعم تعاند شوي طاقتك فيها شوي عيناد لانه بدك توصل الى النقطة اللي انت بدك ياها او بدك الشخص يعني بدك ياه يكون مرن اكتر بحيث انه يمشي مع اللي انت بدك ياه واللي انت بتتوافق معه طيب بنا نشوف هالشخص لانه هو مبين انه منطوي على حاله بهالفترة ولكن الرابط الروحانية بينكم كتير قوية عم يفكر فيك هالشخص كتير وعم يفكر فيك ايضا بطريقة جسدية بطريقة شغوفة كتير فبنا نشوف هالشخص هل رح ياخذ خطوة بتقدم تجاهك هل بده يحكي معك شو رح يصير بعد فترة السكون هاي فهالشخص في عنده عرض حب كتير كبير بده يقدمه لانه في عندك هالفارس على الخيل او على الاحصان متجاه الى مطرح متجاه الى مطرحتك ورقة تقدم هاي وايضا بده بدايات جديدة من الناحية العاطفية ممكن البداية بينكم تكون او ممكن الحكي بينكم يكون او هالشخص يتقرب منك بطريقة اصدقاء قبل ما تكون بطريقة جدية هم شوف انه هو بده يخليها عفوية اكتر بالبداية او كبداية بده ياها تكون عفوية اكتر تبدأ بمنظور صداقة بعدين تنتهي الى ارتباط او تنتهي الى حتى هالشخص ممكن يعترف لك بحقيقة مشاعره او مدى عمق مشاعره انت ممكن اصلا ما تتوقع او ما تفهم او ما تكون متوقع مدى عمق مشاعر هالشخص تجاهك بالنسبة لذا الوفرز تحكي عن اتخاذ قرار فبدنا نشوف لانه هالطاقة مشتركة بينكم بدنا نشوف شو هي القرار اللي بدكم تاخدو انتو كطاقة مشتركة بينكم بدنا نشوف اذا الاوراق رح تكون متناغمة مع بعض او رح تكون متضاربة يعني بدنا نشوف اذا رح توصلوا لنفس الاستنتاج او رح تكونوا في مطرحين مختلفين فكريا اقليا فبدايات جديدة رح تكون بدايات جديدة بالحكي رح تكون ممكن ما يكون في عرض حب بسرعة يجيك او ممكن ما تبدأ العلاقة على طول عرض حب لانه هاي فقط ترمز الى الكمينيكيشن ترمز ايضا الى اعترافات فاي اشي كان خبه بينكم رح تحكوا فيه ايضا رح تشاركوا لبعض او رح تحكوا لبعض عن امالكم بها العلاقة او يعني العلاقة بينكم رح تنتهي بانتصار او التواصل بينكم رح ينتهي بانتصار لانه هالشخص طالع من معركة منتصر فبرغم الصعوبات اللي عم تواجهوها هلا الى انه طاقتكم المشتركة فيها بدايات جديدة فيها انتصار وفيها ايضا وشف في المنت امنية تتحقق فاوراق كتير منيحة بصراحة اوكي حباي ببرج الجدي اتمنى القراءة تكون فادتكم وحبيتوها اذا حبيت الفيديو لا تنسى تحط لي لايك وكومنت شارك فادي